بعد مرور أسبوعين على سيطرة المجلس العسكري في النيجر على مقاليد الحكم في البلاد يبدو أن الجميع قرر أن يأخذ خطوة إلى الخلف تصريحات القوى الفاعلة في المشهد تشي بأن الأمور ذاهبة إلى تسوية ما لا سيما بعد دخول أمريكا بقوة على الخط وزيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ولقاء المجلس العسكري في نيامي إذ يبدو أن تفاهمات حج الأزمة تأخذ طريقها حتى مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بوجوب عودة الرئيس المعزول مجموعة إكواس ضراع فرنسا الضارب في الغرب الإفريقي والتي هددت بالتدخل الخشن لإعادة الرئيس المعزول هدأت من نبرة التهديد لتتيح فرصة للدبلوماسية والخارجية الفرنسية في تصريح اللافت تؤكد أن قوات فاغنر لم تتورط في عملية الانقلاب على بازوم الحذر يلف المشهد في النيجر حتى مع الحديث عن إمكانية حل بتراجع المجلس العسكري عن فتح الباب أمام روسيا للولوج وتوطين مصالحها في البلاد كما حدث في مالي وبوركينا فاسو من قبل في مقابل إمكانية إيجاد مخرج للمجلس العسكري في الخطوة التي اتخذها وإشار عانة سيطرته على الحكم المجلس الحاكم في النيجر والذي اتخذ خطوات تتمثل في تعيين رئيس للوزراء تزامنا مع حركة تنقلات في قيادة الجيش يراها البعض مدفوعا بالرغبة في فرض أمر واقع مستردا على شعبيته التي لا يترك فرصة إلا ويستعرضها مخاطبا للمجتمع الدولي بأن الخطوة لها شرعيتها التي لا يمكن تخطيها ولأن المصلحة هي لغة السياسة فإن العمل بقاعدة الربح للجميع متاحة ولعلى الأيام القادمة تعيد مشهد توطين الانقلاب والتعامل معه في الغرب الأفريقي كما حدث من قبل في شماله